اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهمية تكاتف الجميع لتنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تعمل عليها المملكة ومنها الاستراتيجيات والخطط الهادفة الى تحقيق النماء والازدهار للوطن والمواطنين ولفت السموه الى ان مملكة البحرين بعزم ابنائها تخرج دائما من كل تحدي وهي اشد منع وقوة واليوم بعد التحدي الصحي الذي مر به العالم اجمع فاننا ننظر لما هو قادم بتفاؤل فالجميع اليوم يعمل من اجل المزيد من النمو الاقتصادي بما يعزز التنفسية واستدامة التنمية وهو ما عكسه التحسن في اداء المؤشرات الاقتصادية التي دعمتها خطة التعافي الاقتصادي واشار سموه الى ان العزيمة التي سطر بها ابناء البحرين قصص نجاح ملهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا قادرة على صياغة نجاحات جديدة بروح الفريق الواحد لحاضر ومستقبل افضل وبما يرفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لدى استقبال سموه عددا من المواطنين من اصحاب المجالس الرمضانية حيث تبادل سموه معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك واكد سموه على ما يضيفه هذا الشهر الفضيل من روحانية وتقرب الى الله وزيادة في التقارب والتواصل بين الجميع ومنها الزيارات بين اهالي المملكة في مجالسها العامرة تعزيزا لهذه العادة الحسنة التي ترسخ عادات الاباء والاجداد لدى الابناء لتتوارثها الاجيال جيلا بعد اخر وثمن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها ابناء البحرين كل في مجاله من اجل ان تكون مملكة البحرين دائما في مراتب متقدمة من التطور والتقدم مقدما سموه في هذا الصدد الشكر والتقدير لابناء الوطن على ما يقدمونهم من عطاء متواصل وحرصهم على رفعة وطنهم من جانبهم اعرب اصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصه الدائم للتواصل مع المواطنين والمجالس الرمضانية مشيدين برؤى وتطلعات سموه المبشرة بالخير للجميع واهتمامه الدائم بمواصلة تعزيز افاق التنمية التي ينعكس اثرها على رفعة الوطن والمواطن واتحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا اشتركوا في القناة